تفقد محافظ الحديدة رئيس المجلس المحلية الدكتور الحسن علي طاهر مستشفى حيس الريفي للإطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وخلال زيارة عقد المحافظ اجتماعا مع مدير مكتب الصحة بالمديرية دكتور محمد طالب ومديرة مستشفى حيس الريفية الدكتور نسرين ناصر مستمعا منهما لشرح مفصل عن الوضع الصحي بالمديرية والمستشفى وشددا على أهمية الالتزام بالعمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه مستشفى